موسيقى مش هادين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة 28 يناير 2015 مرور 4 سنوات على 28 يناير 2011 معايا فقرتي النهاردة التانية هيكون بنتكلم عن ليلة سقوط وزارة الداخلية كان 28 يناير 2011 بنتكلم عن جهاز أمن الدولة اللي قيل انه هو جهاز سيطر على كافة أجلس الدولة قيل انه جهاز أمن الدولة هو من يتحكم فيه التعينات في ما بين أعضاء هيئة التدريس قيل ايضا ان جهاز أمن الدولة هو المسؤول عن التسجيلات ما بين معارضي النظام قيل ايضا ان جهاز أمن الدولة كان يعطي التصريح للخطابة في المساجد وفي الزوايا وايضا ظاهرة صناعة الدعاء الجدد هي صانيعة جهاز أمن الدولة قيل ايضا ان جهاز الجهاز اللي قيل انه لما الناس نزلت في 25 يناير كانت نزل أصلا عشان تقضي على هذا الجهاز قيل ان هذا الجهاز هو كان من يتحكم في كافة مفاصل الدولة عشان كده النهاردة يهمنا واحنا بعد مرور اربع سنوات من 28 يناير 2011 يكون معانا في هذا الجزء معايا ستة لو عبد الحميدة خيرت نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق عشان نضع النقاط فوق الحروف ونعرف لماذا كان هم ناس كتير قوي 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 انها تقتحم مقرات جهاز أمن الدولة وشوفوا ملفاتهم هل فان كان فيه تجنيد لبعض الإعلاميين أعتقد هتكون فقرة ساخنة جدا معانا في الجزء الثاني وبرضو بأعتقد أن الجزء الأول معاكم برضو دانيا قل السخونة مع الإعلام وماذا تبقى فيه ذاكرة الإعلامية الكبيرة الدكتورة إيمان نعمان الجمعة بعد مرور أربع سنوات من 2011 إزايك دكتورة إيمان الحمد لله إزايك 28 يناير 2015 ونفتكر مع بعض مرور أربع سنين على هذه الذكرى ماذا تبقى لكي في ذاكرتك من هذه الذكريات؟ والله أنا مش تبقى أنا عايشة مش في ذكريات أنا عايشة حاضر من ساعة ما حصلت 25 يناير وإحنا عايشين شيء مستمر أشكاله مختلفة اللقات المشتركة قدر أسرطها لك فأنا مش قادرة معلش أصير كلامي في إطار ذكرى أو ماذا تبقى لا هو إحنا عايشين في ما تبقى إيه بقى اللي ما تبقوا أنت عايش فيها؟ والله إحنا عايشين في مصر أم الدنيا اللي تقطعت أوصالها عايشين في بلد بتحارب حرب شعواء الجديد فيها إنها حرب من الداخل مصريين مع مصريين فئة ضلة أما مع بقية الشعب وكمان عندنا حروب على أطرافنا عندنا إن إحنا وإحنا بنحتفل يعني ويا لعبس الأقدار اللي بيقولولنا إنها ثورة وعلى رأسهم أكبر يعني ناس في البلد إنها ثورة قادي الشوارع يتمشوا في جمهورية مصر العربية وقولولنا فين الثورة اللي الناس نجيب بقى الفنانة العظيمة المحترمة على صفاء والسلطة وقولولنا أهلاً أهلاً بالعيد اه احتفالات اه احتفالات بالقنابل بالأتل وبالحرق فتبقى إنه في ذكرى قليمة بس مش قادر أقول عليها ذكرى تبقى إن الإخوان اعتلوا كرسي السلطة وكانوا بيبيعونا للأمريكان وللغرب وعزموا كل الحركات التكفرية الإرهابية اللي في العالم تيجي تصيف عندنا وتشتي عندنا اه ايه أقولك ايه خراب اقتصادي يعني طبقى اللي انت شايفاء ده في ناس كتيرة برضو مش شايفاء ومنهم من هم برضو في السلطة وعلى رأس السلطة وماذا لي يقروا باحتفال لا اسألني اسألني اللي راجعت ان فيه قالوا فيه قانون حيجرموا فيه من يسيق لا ما تجرقوش يطلعوا القانون ده قانون ايه ده اللي يطلعوه هم قاعدين هنا بإرادتنا احنا اختارنا الرئيس والرئيس جابهم فالمساء المشروطة انا ما كنتش بجيبهم او ما كنتش بختارهم عشان يقولولي انه 25 مجيدة لانها مش مجيدة اذا اللي حاصل النهاردة في الشارع مجيد خلاص فكون انهم مش شايفينه سياتر معالي رئيس الوزراء بيفتتح معرض الكتاب النهاردة والله دي حاجة لطيفة جدا بس يا رب تكونوا محواطينه كويس عشان الشزايا والقنابل ما توصلوش فيعني احنا بنقنع احنا بنتكلم واحنا بنحلل تحليل سياسي ده احنا نتكلم على اي حاجة اي مواطن يشوف اللي احنا بنتكلم عليه يعني في الشارع اي مواطن طب برضو بقولنا بكلم اعلامية اساسة اعلام سياسي لماذا يصر الاعلاميين حتى وهم بيكلموا عن هذه السلبيات بيقولك ايه ولكنها رغم ذلك ف25 يناير ثورة عظيمة رغم ذلك ايه ايه رغم ايه رغم الدم اللي سيل في الشوارع رغم الحرائق رغم اقتحام الاماكن العامة رغم ايه يعني رغم الثورة مجيدة يعني رغم ايه انا عايز افهم هم يقصود ايه برغم يعني معترفين ان في حاجة سيئة سؤال يوجه لهم بس ليه بيقولوا انها بيمجدوها لان هم اكترهم هم اللي كانوا ورا 25 يناير وهم اللي اجيجوا 25 يناير وهم اللي جعلوا اناس لا يستحقون وشباب ما يعلم بيه لربنا ابطال فلازم يفضلوا يقوموا بنفس الدور وبعدين بقى زاد وغطى انه قمة الدولة بتقولك ثورة يناير ومجيدة وعظيمة ودستورة وللننسى والكلام ده كل فطبعا يعني كانوا بيطبلوا مبارح مش هيتطبلوا النهاردة شيء طبيعي مستقيمين مع نفسهم بل اول مرة هل تعتقد ان الاعلام برضو اللعب دور بشكل من الاشكال عايزك تحليلهولي في غرز هزي العقيدة ان محاسة في مصر هي ثورة لأ اصلا العقيدة دي محدش بيتبنى غير هم هم والا الاعلام عمليه طيب بص حضرتك عشان بس نقسم الكلام هو حضرتك في شعب مصر وفي فئة مسنودة فئة ضلة مسنودة من الغرب فئة ضلة مسنودة مسنودة الغرب اللي سمها سمها اللي بيحصل عندنا الربيع العربي وقتاري الربيع العربي شفنا الربيع في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي تونس اده احنا عايشين في الربيع ما احلاه الربيع وقت بالحضرتك فبيخشى يبدو منهم من الفئة الضلة اللي لها كلمة على الاعلام الغربي لانهم كلهم في بطاقة واحدة بيخدموا على بعض هم بيخدموا هنا على الارض وهناك الاعلام الغربي بيطلع العصايا للي بيخاف فالكلام كله موجه للفئة الضلة دي اللي مسنودة بالشياطين اما شعب مصر في مجمله طبعا مش مع العقيدة دي مفيش عقيدة في مؤامرة وفي شعب انا مصممة اقول يلا نعزم الناس كلها تنزل تشوف في الشوارع العيد اللي احنا بنعيده بلاش احنا وحشين مين اللي بيعيد طب مين الفئة الضلة اللي مسنودة من الغرب يعني اعزي بقى عندك برضو قدر من الشجاعة دكتورة زي عدتك لو تجي اسماء اغلب الاحزاب المدنية الشباب الضل اللي موجودين ضل يعني مغرر بي ولا ممول انا لم اعد لم اعد مقتنعة بالحتة بتاعة مضلل لا هما لهم اجندل عرفيك فيه فئة كمان طلع بتكره المؤسسة فيه فئة سن بيجي عليهم بين هما بيثبتوا ذاتهم فدول يعني برضو ممكن نحطهم بالفعل في فئة المضللين اللي هو يقولك انا ضد السلطة ايا كانت بينهج ناجل اناركية عايز يهد الدولة عشان يبنيها على ماذا فيه فئة تانية بتقبض فيه فئة بتقبض فيه ناس كانت ماشية بالشباشة بدلوقتي عدهم عربيات فارهة واخد مرح حضرتك فانا بتكلم اه 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 اقولك ما فيش داعي نقول اسماء اننا عايز يهد الدولة الاشتراكيين السوريين اليسر طبعا بستسني الحزب المحترم جدا بتاع التجمع يعني ده ده على رأسي من فوق انما بقيت اليسر اه مش 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 تمام طب كلميني عن النخبة يعني برضو مفوض النخبة هي التي تقود المجتمع واحد داخلية على انتخابات برلمانية سيدي الفاضل سامحني حط لي تعريف للنخبة عشان هقولك انا ما عنديش نخبة لا نخبة ولا طبكة مصطفين لا حضرتك قولي نخبة انا قولك نخبة يعني نخبة هو الانسان القادر على انه يقود جزء او كل المجتمع وفقا لعقيدة يؤمن بيها في نوع من النوع الطهارة دي النخبة والنخبة عندها نظرة تقدمية بتسبق المجتمع اين هذه النخبة دول العمالين بيجروا كده على المجلس الشعب وينطف في المجالس بتاعة الرئيس وبتاعة يعني نخبة ايدل بيلهسوا وراء المصلحة مصلحة كمان دنيئة قوية خلانا نتكلم عن الاحداث التي تمر بها البلاد ونعود مرة اخرى في حوارنا لـ 2011 خلانا نتكلم عن شايماء وشايماء كان المراد منها هو صانيعة مظلومية اخرى عشان يحصل الانفصام واشتباكات ما بين الشعب وشرطة مرة اخرى شفت ازاي شايماء اللي جبوهم اسكنرية ونزلوها بدون اذن وتصريح ونزلت تتظاهر مع مجموعة من المتظاهرين والله انا يعني لن ارحب قتل اي مواطن لا الشايماء اما شايماء رحمه الله فماتت في ظروف اقل حاجة هقولها انها ظروف غمضة عايزة تحقيق يعني انا عشان اقولك رأي في هذه الانسانة التي توفى الله وليه موتها لو حرمته طبعا عايزة ارى في كاب بتعمل ايه بالزبط ومين اللي كان وراه دي نقرة خلاص دي شايماء هتبقى خالد سعيد على نفسهم معادش يجي منه مفيش خالد سعيد تاني اتضحك علينا بخالد سعيد خالد سعيد خالد سعيد مفيش ثورة هتقوم على اكتاف رحم مع الله الاستاذة شايماء واخد بال حضرتك احنا برضو يعني يعني الطعم ما ينفعش نبلعه مرتين لا 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 يعني على شبكات التواصل الاجتماعي كيف تناول بس اكملنا بس حاجة يعني عايزة اكمل فكرتي اما بخصوص هذه الوفاة التي نأسف عليها انا مش هقول عليها شهيدة الا كنت عرف انها كانت نزل تدفع عن الوطن هنا حاضر هقول عليها شهيدة بس حتى الان قتلة انا عايزة اعرف فين هؤلاء الكفرة اللي ما بيعيتوش على المواطنين شرفاء او مش رفاء مواطنين كانوا موجودين بالصدفة اما تحرق جساسهم ماتوا او اي حاجة ويه شرطتنا وجيشنا ايه فين ده فين ليه ما بنحطش على ليه ما نقناش كده شاب شرطي او طبع القوات المسلحة وقلنا عليه من اجلك انت وخلينا بقى يبقى خالد سعيد بقى ليه ليه خالد سعيد دايما بيبقى له شكل معين ليه طب ما تقوليه ليه الاعلام عمل كده يعني ليه الاعلام على مدار الساعات الماضية كل التركيز على شاماء وكأنه فيش حد مات غير شاماء يا استاذ الفاضل حضرتك بتقول الاعلام وكأنك انت ايه بتكتشف دي مصيبتنا السودة الاعلام بتاعنا الاعلام طبعا طبعا وعلى فكرة اقول لك على حاجة انا احب افسر كلامي لما انا اقول لك مصيبتنا السودة هم العيال اللي هاي هم مش مزبوطين اللي صيعوا في الشوارع مع الاخوان انا دهما بسمي الموقعين بانطالونهم دولوا عاملين دفاير ولهم منظر معين وعصبين اوي وياي يسقط دول الشلة دي كلها مين اللي صنع منهم ابطال وانا كنت عارفهم منين دول اشوفهم فين حقابلهم فين الاعلام يجيبولي كل يوم او كل يوم والتاني يقعدوني ويديلوا وحضرتهم والشباب وما الشباب وقارفونا بحاجة اسمه الشباب في حاجة اسمه الشباب في العالم كله في شباب ده فئة عمرية مليش ان انا اوجه خطاب خاص بالشباب انا بوجه خطاب للشعب كون ان جزء منه شباب ده بقول اجي بقى اكلم المراقين اعمل فئة للاطفال واللي بينا بينا اللي مشرفين على البانيات ايه ده ايه ده ايه ده ايه النفاق ده عشان نعجب زيه حقوق المرأة بدل حقوق المرأة دلوقتي مش بدل ما هي لسه موجودة في الشباب فاللي نجم دول الاعلام اللي كان بيبص سموم بشعة الاعلام اللي كان بيحمض نفس الناس محاولة فشل من المؤسسة العسكرية والشرطة والقضاء هو الاعلام الذي يتناول الاحداث بشكل اقل حاجة اقول عليها مريد طبعا فيه استثناءات للقعدة انا ما بقولش ان كله باب بنسبة ما في المية انا اقدر اقولك ناس شرفاء على الصحة الاعلامية بس دول مش الغلبية الغلبية العكس طبعا مين الجنازك اللي كانت بتقلق ايمانه عمان جمعة مين من الشخصيات اللي كانت بتستفز وتنايمك متعصبة ومتدايق او نفسك تقسطرة التلفزيون قبل ما تنين عمر الليسي ما احترامي له الاستاذ محمود سعد معنا بس تلطفه يعني كاعلامي عنده قبول انما لأ اتجاهته السياسية مرعبة واخد بلا حضرتك فيه ناس كانوا ساعات مش بطلين وبعدين يرجعوا يعني بيدربوا يعني لعيب فانا الاستاذ وال إبراشي في فترة ما هو بعد كده يعني هو كان مع الاخوان تماما يعني وعلى فكرة كلام ده انا اثبتوا لك تحليل مضمون اجيب حلقاته واجيب الفقرات واجيب كلامه وحطه جنب بعض وممكن فيه كلمة بتيجي بترجع يعني فيه فيه اصل صالمية اه اه يعني انا انا مش جاي اقول لك فلان علام وقد بقى لحضرتك يعني انت مشاهدتك للبرامة جل مشاهدتنا احنا العادية بقاليك رؤية وتحليلية أكتر بصراحة مش هكون موضوعية لان فيه ناس عزاز علي ما عجبونيش خالص فمش هقول اسمهم يعني اعلاميين ومشهورين في يعني اسامح على حتة ان انا هنا مش قادرة اكون موضوعية بالنسبة 100% فيه ناس قاموا يعني ساعات الاستاذة لميس كانت اه يعني مش فهمة انما هي الحقيقة اخدت موقف محترم جدا من بعد ما الاخوان زودوها لما مرة حتى طلعت قالت انا خايفة على بلدي ووقت كان انما حتى الان بتوعيد الكارة الناس ساعات تتكلم بلغة اه اه يعني زي بيقولك السوق عايز كده واخد بالحضرتك اه ده لا ترغلولك فيه اسماء كتير يعني دكتور ايمان عمان جمعة وحلسة برضو محتاجين يعني بتحليلك واحنا نتكلم خينيك اتكلم عن اهتمام الرئيس السيسي بالإعلام وجنعام ولقاءاته المستمرة مع الإعلاميين ويعني بيشوف مثلا لقاء مع الصحفيين تيوم تاي لقاء هم هم نفس الصحفيين هم المزعين فتلا بيكتمل بهم للمرة التانية هي نفس الوجوه هي هي تفتكري هذي لقاءات مثمرة والهدف منها ايه وهل جابت نتيجة ولا ما جابت بص انا هكون في المنتهى الصراح هو ايام الحملة الحملات الانتخابية عشان هو كان عجبني قد تفسير قول قال يا جماعة الإعلام عبارة عن ايه قال انه الكلمة امانة انتو في ايديكو حاجات كتيرة جدا ما معناه مش الجمل بالزبط مقبلين على مرحلة عايزين يكون الإعلام واعي ووطني تمام انا بقى بعد كده الخط كله انا ضده طب احنا وقفنا عند الخط كله انا ضده للدكتورة ايمان عمان جمعة هناخد فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نعرف ليه الخط كله هي ضده الدكتورة ايمان جمعة بعد الفاصل شركة الاتحادية للخدمات البترولية والمقاولات شركة مساهمة مصرية متخصصة في الاعمال المدنية واعمال حفر اابار المياه وخدمات النقل والمؤدات الثقيلة تطلب الوظائف الاتية مدير تنفيذ حفر اابار مياه خبرة لا تقل عن 15 عاما مهندس حفر اابار مياه خبرة لا تقل عن 3 سنوات محاسبي الحديث التخرج عمال حفر ترسل السيرة الذاتية على البيانات التالية ايميل فاكس او الاتصال بالرقم 010652570 ايميل تساهي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جهاز امن الدولة وما حقيقة هذه الاتهمات العديدة التي وجهت الى هذا الجهاز هكون معنا في الفقرة التانية ان شاء الله رجعنا لكم مع دكتور ايمان نعمان جمعة وكانت بتقول قبل فاصل اما عند الخط ده فانا كله ضده تمام خطت قصودي ايه بقى انا كله ضده انا اقصد شيء عام بيعمله الرئيس السيسي حاليا ان هو معني بالفقة اللي انا بقول عليها فقة قليلة جدا ولكنها فقة صوتها عالي بتعمل مشاكل في الشارع على علاقة بيء الارهابيين سواء فكرا او على الارض معتني بيهم جدا 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 هو يبدو انه فيه ناس اشاروا عليه قالوا له اعمل معهم خط ساخن عشان يعقلوا انا لازم افسر دي مش معلومات انما ما ينفعش يا سيادة الرئيس انك تعزم اعلامي الف يوم ما يسقط يسقط حكم العسكر حضرتك بتهني وبتهين الاعلامي الشريف بمنتهى الصراحة الناس اللي حضرتك على طول بتتواصل معهم هم الناس بتوع مجيدة اين بتوع تلاتين سكتة فحضرتك لأ الناس بتوع مجيدة مجيدة بتوع خمسة عشرين اللي هم لنا وصفتهم لك عشان نتقدم في الحلقة ممكن هو مثلا بيتجنب شرون ممكن بس دايبا شيء مرعب لانه ده رئيس اتى على اكتاف ثورة لما حضرته شاور كان عايز تفويد ملايين ملايين انا بسأله النهاردة لو حضرتك طلبت الناس تنزل هتنزل بنفس الكسافة وما يظهرش مني ولا اللي حواليه قولوله شو فيه واحدة يعني خد بالك منها دي انا مش ضده انا معاه بس انا بقوله دي خايفة علي انا بقوله انا بنزلت الشارع الناس مت دايقة انا بقولها هو فيه اشكال ما ينفعش تكون قريبة منه والطيارة اللي خدها دي حضرتك اخدتم لي مش احنا بنقول تقشف بنقول تقشف انا عايزة تفهم حضرتك انا عايزة تقرير يقول لي ماذا انجزوا هؤلاء وكلهم على عيني وعلى رأس بس كتير منهم كانوا بيقولوا يسقط يسقط حكم العسكر وضد الشرطة وبيقولوا يلا نرجع الاخوان تابوا ويرجعوا معنا يشتغلوا معنا في مجال السياس ازاي ازاي ندي دهرنا للقوة الصلبة بتاعتنا الغرب لن يرضى عنك طول ما انت شايف شغلك في بلدك مش حيردى عنك عن طريق دول هم دول كل شوية يعني الجوالات اللي هو بيعملها هل هو بيعملها على اكتاف الناس دول لا ده حجم مصر فالسيادتك جاي في ظروف دقيقة جدا انت مش رئيس عالي انت رئيس سوري الحكومة دي مش شبهك في وزراء ووزيرات ما ينفعش يكون هما دول رجالتك وستاتك ما ينفعش ما ينفعش سيادة الرئيس فحضرتك بتقول لي هما ليه معزونين ولما قابل حاجة اسمها شباب الاعلامين نعم يعني الشباب الاعلامين ناس كيفينهم اول مرة شفهم يعني الشباب الاعلامين اول مرة شفهم طب ما نجيب شباب شباب الاساسة الجامعة ما مش حيبه معايدين بقى شباب المهندسين شباب ايه ده عشان عشان نعجب مين ما انا كده مش عاجبني انا انا مش انا ايمان مش عاجب اما انا بقى اسمع لك لا بيقولك بقى دي بقى نفسانة وطلع ايميه قاله لما بقيت الايميه يزعله حيبقى نوع من نفسانة والغير عشان ما تمش اختياره بص انا حاسأل سيادته حاجة حضرتك عندك مؤتمر اقتصادي هام جدا بمارس هل الصياعة اللي حصلة في الشارع وقلة الادب دي اللي دول بيمينوا معاهم انا مواطنة محترمة ومؤدبة وبحترم القانون وعمري ما فكر اعمل حاجات زي كده انا اللي معاك ولا هم دول اللي معاك هم هو لما جابوا البرادعي افتكرنوا كده حيسجدوا الغرب ونهار دي ما حضرتك ما اسمعتش يا سيزاة احمد تعليقات الصحافة الغربية والبرلمان الاوروبي على ما يحدث عندنا القوة المفرطة شفت ازاي ففيش فايدة حنبدأ نلعب لعبة الأطفال اديهم دهرك بقى اديهم درج مش جنان احنا محترمين اللي احترمنا نحترمه بنعمل زيارات بنعمل شغل اقتصاد بننمي نفسنا اكتر من جده لأ وعلى فكرة الحكاية دي هامة جدا يا سيادة الرئيس لك يعني نموذة جمال عبد الناصر لما بكون انا فهمة ومقتنعة وشايفة زعيمي ماشي كويس ومشابهي بمشي وراء للمدى بس انت يا لقتيني برضو احنا يعني مقبلين على انتخابات برلمانية وانت بتقولي الحكومة ما تفكرنيش لو سمحتوا بالبرلمانية من فضلك لا ما ينفعش حاجبني حضرته برضو بيروح يقابل برضو السيادته على عيني وعلى رأسي برضو شخص بشعين مسكين الساحة من ايام حسني مبارك هم هم عابرين الازمانة والقارات هم دول وراهم مين يا سيادة الرئيس ولا احنا عشان نستف شكلنا عشان يبقى اهو يا غرب اهو انا عبادت برلمان قابل مين دايقك نو قابلهم مكانش وفودي قابل اربوك خليك صريحة معيني مش حكاية دايقني الدكتور سيد البدو الدكتور سيد البدو رئيس حزب الوفد يعني خلاص حضرته واضح انه هو راجل موزون وقوله كل حاجة لكن انا ما اعتقدش انه هو ده اللي المفروض يقابله هو واخرين مش بس الدكتور سيد البدو بس نسيش انه راجل اعماله ده العديد من الخلقات والمصانع اه حضرتك ما بتكلميش بقى على البرلمان ما بتكلمني على بقى صفقة احنا داخلين فيها ولا ايه حضرتك هو لما بنقول يا احزاب اجتماعي يا سيدي الفاضل انا مش شايفة معارضة خالص ده الكلهم نطين في عب سيادة الرئيس انا شايفة تمثيلية مش اللي هي واتجمعها يا فندم صفر جنب صفر جنب صفر سوي صفر حضرتك في مجلس شعب اطلق العنان للوطنيين والشرفاء يقدموا نفسهم امنع المال السياسي هم ما منعهمش هو منع الشرفاء هم ما يدخلوا مجال وحضرتك انا مثلا واحدة من ناس على قدي يعني ساعات فيه ناس كده لو طوفوا في حواليه اتقدمي اقول له تتذروا اقدمي نفسك تتذروا ده نسقط قبل ما خوش ليه ما عندكش لا ممكن يكون عندي شوية ناس انما انا بص يا فندم البرلمان ده مرسوم 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 الناس متخوفة يكون انت بتستفزلي النظام ده المنظر ده احنا بنعيد انتاج دولة احنا رفضناها مع حسن مبارك تمام ورفضنا الحكم اللي هو المتأسلم بتاع الناس المجرمين اللي وجهوا سهامهم لينا حضرتك فين السورة البعد برضو ممكن تتصور دكتور ايمان مش عاجبها العجب ويتقال مثلا ايه دكتور ايمان بتهاجم تمرد وبتهاجم حبدين صباحي بتهاجم البرلمان انا ما ببتشير التمرد دلوش يا الحمدين اسألني عليهم اه لا لا واقولك ليه تاني طب ليه 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 بتهاجم تمرد تمرد ليه ليه على فكرة ده تليفونك مش تليفون لا اتفضل انا مضيت استمار التمرد وكنت فرحانة بتمرد تمام هم ادونا معاد معاد انزلوا يوم 30 ولكن انا اللي مزعلني برضو عشان اقول مش عشان انا في قناة الدكتور توفيق انما مين اللي اهل الناس ومين اللي نزل مليونيات وسبب الاستوديوهات وسبب التكييف ونزل بذاته في جميع انحاء الجمهورية ومش الدكتور توفيق وكاشا نعم وعرض نفسه للقاتل لا وعرض نفسه للقاتل والبهدلة والقضايا تمرد بص حضرتك تمرد جاءت على ارضية جاهزة جاهزة اخرون على رأسهم الدكتور توفيق وكاشا لغاية كده برضو ما فيش انتقاد لهم لغاية كده ما عملوش حاجة انما هنرجع تاني لسيادة الرئيس الصورة بتاعت يوم 36 لما بتاعت ويقفزوا فيها لا اقف عندك اقف عندك ليه بتاع ايه بتاع ايه نبتدي برضو نقعدهم الشباب وحضرتك رأيك ايه وكده هيبقى زعيم سوي وعنده فق تطوري ونخبة وكلام دا كله واعضاء في لجنة الخمسين دا أساسي أساسي انا مش عايزة اقول لحضرتك أعضاء يعني دا مصير عشان بقى احنا بقولك ماشيين طبطبة ماشيين عيننا على الغرب عيننا على صوتهم عالي احنا مشين طبطبة يا فاند بس عايزة اقول حاجة هو عايزة عارف هو المؤدب الشريف اللي مش عايز حاجة خلاص دا مانتو دا مالوش دا دا ما بتسقلش عنه يعني احنا احنا لازم نكون زيهم عشان يتبصنا لا يعني فاكملك بس اخدوا وضع لا هنا انت بدأت تجرحني عشان انا الحقيقة ما نزلتش عشان حضرتك انا نزلت عشان اخلع الاخوان وعشان اجيب الرئيس السيسي في مكانه وانا من اكتر الناس اللي سعيت لده ولا داعي اللي خوض في التفاصيل حتى يأتي رئيس السيسي واطلقت حاجة اسمها السيسي رئيسي ورئيسي والسيسي وكل حاجة مدونة مسجلة نعم انا كنت بنزل عشان الراجل دا ييجي رئيس علينا لحقيقة فانا مخلصة تماما ومش عايزة حاجة بس ما ينفعش انه انت تجرح الشعور الوطني فحضرتك السورة البابا ومش عارفة شيخ الازهر ومش عارفة معلقين البلدعي والاستاذة والاستاذة سكينة فؤاد اللي كانت مستشارة الرئيس الله يرحمه بالضبط مرسي الزناتي ايه ايه الموضوع دا مرسي الزناتي هم لازم الصور احنا صوره نضفه نضفه غيره البلد نطفت انت شافني فيه تغيير حصم فيه حاجة بيقولوا اقتصاد 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 يا جماعة فيه اقتصاد من غير امن البلد عمالة كل شوية بيهرجوا في الشوارع وبيصيعوا انا اسفة في التعبير اقتصاد اللي بكلموا عليه يعني عشان نلبس البيضة البلد وحنروح شرمي الشريخ في المؤتمر الاقتصادي والبلد بالمنظر دا زبطوا البلد طب تتزبط ازاي كلميني بس تتزبط ازاي والاعلام عمالي طنطن ضد قانون التظاهر وحريط التظاهر يعني الان هامل ايه وليه طول ما البلد دي بيحكمها ناس معنيين بهؤلاء ومعنيين هيقولوا هيجيبوا كاميرا هيبتدوا يقول لا احنا خلينا شاكنا حلو قدامين الشعب مش عاد بول انتو بتعملوه الوصفة السحرية العجيبة الغريبة فيه اختراع اسمه انه حضرتك او حضرتك بصراحة كده كرت بلانش للمؤسسات الامنية عشان تنضف البلد حضراتهم شافوا كويس قوي ببرة بيعملوا ايه كنت فانيسيا ما كنت هناك وشفت واخد مالحظة دي بقول لي خسرتك يا مصر واه يا بلد يا مصر ايه اللي انتو بتعملوه ده ما تخلصونا دي حرب يا فندم دو دول اعداء ما تخلصونا دي موجه المين موجه موجه خلصونا حضرتك انا ما اقدرش قلوم الشرطي انه بيعملش صحة مثلا كرداسة هي ما تتحوطش زي ربعة ما كانتش تتحوط ويتمنع عنها الاكل والشربة لا ما تتحوطش يا فندم يا فندم احنا في العالم كله اساليب القوات الان كانت شرطة او جيش او غير او قوات خاصة فيه اساليب ما بتعملاش ليه يا دوبك بتعمل سدخانات هتفضل معايشنا احنا شعب مصر في القلة ده لغت امتى يعني بصراحة بصراحة قرار سياسي هي قرار سياسي برضو ما اقدرش هلوم وزير الداخلية ولا وزير الداخلية فيه رئيس يا سيادة الرئيس كده خلصنا عشان بلدك تفوق هتعمل مؤتمر اقتصادي ازاي والبلد منظرها كده اعمله مجمع ويخسرش بس احنا لازم نحط الاساس قبل التعليم وقبل الصحة وقبل الجامعة وقبل اي حاجة امن في الشارع حضرتك ادي ضهرك للخطاب المسموم ده اديه ضهرك شوف الصح وعمله طب برضو احمد الكامعة الارهابية خطورة يا دكتور الايمان ان من يخطط في مكان من ينفذ في مكان آخر من يمول في مكان من ينفذ ايضا في مكان آخر بين المستخدمين الشيخ والفتاوى الدينية مستخدمين ايضا بعض الاعلاميين في هذا المضمار بالاضافة كمان الى التمويل عايز اقول لحضرتك حاجة عرجع هقول لك انا اذا كنت حضرتك عارف المعلومات دي يبقى بالضروري المخابرات العامة وسيادة الرئيس ووزير الدفاع ووزير الداخلية وكبراء الملج هم بص حضرتك وعارفين وطول عمرنا مستهدفين يعني هو يرضيهم ان يتقال على حكم حسني مبارك انجح منهم في السيطرة على الشارع اتفتح ده بمناسبة مجيدة مجيدة اللي فتحت مصارين البلد واخد بال حضرتك ده بالمناسبة يعني هي حقيقة هم شالوا الغطا ما نقلاش ننكر دي بعد كده بقى ايه اللي اتحصل كالمفروض يتم التعامل مع اللجو الحل واخد بال حضرتك فهم ناقص عشان بس هخلصتك قرار هو قرار كبير قرار حيخطه في باله امريكا الغرب معلش وحيبى فيه عقاب انا ما بقش مش حيبى فيه عقاب بس معاك 92 مليون مصرق الا كلامك برضا الدكتور ايمان بيخليه هو قرار يعني حالفتول المال اللي بيخط والقضاء كمان ده احنا شفنا رئيس محكمة استئناف الاسكندرية اللي هربان وبيقول ان القانون بيبيح قتل قتل الاعلاميين وقتل مؤيدين انقلاب طب انا عندي سؤال هو ليه تأجلت القضية بتاعت اللي عمله مجزرة اه كرداسة كرداسة المجزرة المجزرة دي ليه ليه تأجلت هو في ايه انت عاستقولي فيه طباطه طباطه لا هو هو احنا خايفين يعني مثلا ايه اللي حيجد جديد على مش قضية دول العقم دول معترفين بالصوت والصورة يا تنسل مزهبت شرطة جرجرون في الشارع حاري ايه 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 الحكاية ايه الحكاية ايه ايه مرتعشة اه بتتحكم في مفاصل الدولة احنا عايشين في دولة حاليا بص مش انا اللي بقول الوضع الامني مش هسدق ان مصر متقدرش على الوضع الامني ده مصر بمعنى مصر الجهات الامنية مش هسدق انا هلحاقض منكامك ده مع القائم مع سادة لو عبد الحميد خيرت بعد قليل او بعد الثلوص التاني لما بتقولي ما تخلناش نقول الامن في عهد مبارك او الحبيب العدلي كان اقوى من الان فلحاقض منك الجملة دي وهبقى حللها معايا برضه امام امام في سؤال ولا لا خلاص معايك بس معك لا انا كنت فانا بقول لحضرتك حكاية هي مش مش الاجهة ايدي مرتعشة هم لديهم لا ينقص دولتنا المعلومة ولا ينقصهم الخطط التي تواجه الوضع البائس اللي احنا فيه ينقصهم الجرأة في مواجهة الغرب اتجرأة على الغرب يبقى تقول سراصيل اللي عندنا في البائس فمص دكتور بس برضه بعض يقول فيه نقص في المعلومة يعني بعض يقول ان الاجهزة لا يسب نفس الكفاءة لا انا وفيه غاية بعض الاشخاص لا انا هنا هاختلف مع حضرتك انا يعني لو المعلومة متوفرة انا ما عنديش معلومة بس انا اعتقد ان كل المعلومات متوفرة معروف يعني معروف الفلوس بتيجي منين و عن طريق منين في اسماء يا فندا ما انا عايز لحضرتك حاجة سؤال هو احنا ليه لغاية دلوقتي مش عايزين نفتح الملف بتاع رابع والنهضة ونقول كل اللي احنا عارفينه ليه عشان الدولة ما اخدتش قراري لا تشد ده بساعة وتواجه حتى لو حتواجه امريكا موضوع كله ايه الموضوع احنا مقصتنا ايه امريكا الحقيقة عشان اكون دقيقة وراها اسرائيل انت مش واخد بان حضرتك ان اسرائيل صوتها واطي يعني ماش هو مش عاملها ازمة معنا هو انك من ينوب عليها لا مش ينوب ده هي الرئيس ده هي المشير المشير اسرائيل بيتعمل لها خطط طويلة المدى هي مش كان هي مش اسرائيل اساسا مصري بالنسبة لها من قديم الزمن ومكتوب في كتبهم المقدسة ان مصر عشان هما يقوموا لازم تنتهي هي والمنطقة كلها فالخطة شغالة فحضرتك دول اللي لازم نعرف ان انت حضرتك لن تستأنسوا هؤلاء لن تكسبوا صدقتهم لن تحيدوهم هي بيسيبك شوية خلاص اعترف بيك ان انت مش انقلام شوية كده طيب مطيبة سناخد فاصل سريع بعد الفاصل لسه مجتمعين مع دكتورة ايمان نعمان جمع ونعرف منها رأيها في حركة 6 ابريل وبقاءها حتى الان مع كمان علاقة حبدين صباحي مع جاهدي الجماعة الارهابية ولكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله حيا على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا أمحمد من الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بعث اللهم المقام المحمود الذي وعده وصلى الله وسلم على سيدنا وولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر برنامج مصر اليوم الاوسع انتشارا والاعدى مشاهدة في مصر والوطن العربي يواصل انفراداته وحواراته مع الوزراء بكل صراحة ووضوح وشفافية حياة الدرديري تحاول المهندس شريف اسماعيل وزير البطول والطروة المعدنية وتواجه بكافة القضايا وتطرح عليه كافة التساؤلات متى تنتهي ازمات الصوانات الغاز نهائيا متى يتم القضاء على السوق السوداء حجم الثروات البترولية في مصر ومستوى الاستفادة منها وموقف مصر من انخفاض اصعار البترول عالميا حقيقة الخطة القومية للبترول كيموية لاشباع السوق المحلية بحاجتها مضمون الموازنات التخططية للبترول عام 2015-2016 مستقبل الذهب الاسود في مصر والتحديات التي تواجهه هل استعادت مصر ثرواتها البترولية المنهوبة على المستوى الاقليمية كيف يتطهير وزارة البترول من خفافيش جماعة اخوان الشيطان كل هذا واكثر في حوار الصراحة والوضوح مع المهندس شريف اسماعيل وادر البترول والثروة المعدنية فقط وحصريا في برنامج مصر اليوم الخميس العشر مساء انتظرونا خميس العشر مساء انتظرونا موسيقى موسيقى ليجعنا لكم بعد الفاصلة كنا قبل الفاصلة بنقول لكم ان احنا حنسأل الدكتوري ايمان نومان جمعة في 6 ابريل حني كان معا حمدين صباحي وعلاقته بهذه الجامعة الارهابية ولكن انا في الفاصل فكرتها برئيس حي المطرية الرجل ده صعب عليك جدا رئيس حي المطرية طالع بيستنجد رئيس حي المطرية بيقول يا جماعة الحقونا يعني أنا غرب المطرية كل ما كشوف لقرأ اليوب وأعمل إيه وأسوي إيه طب دكتورة إيمان يعني ألم يعد أو ألم يعد الآن يجب اللي ميقدرش على الكرسي يسيبه اللي ميقدرش يتحكم في مقاليد أمور الحت اللي هو ما سكها يسيبها لما رئيس حالي المطرية يطلع يعني راكلة حيعاية والله العظيم كان بيعاية في التلفو إيه ده أنا حكون صريحة معك الارتعيش أو الرعشة أو الحالة العصبية والنفسية دي دي عدوة لو أنا حاسة إن الفوقية مديني الأمان وقوي ووقت قراره أنا كمان حشد نفسي هكون قوي أنا كمان المشكلة من الرأس ووقت بالحضرتك أنا ما قدرش معلي أنا عافة أنا حضرتك متكلمي على الأستاذ إنما أنا عايزة أوسع نطاق كلامنا أنا عايزة أقولك على حاجة أنا ما قدرش ألوم على الرجل الشرطي أي نوع من أنواع التخذل لأنه هو بصراحة مش متأمن يعني إحنا ما قلنا لوش إنه إنت لو هجمك إرهابيين أو مجرمين واضطريت تحمل السلاح وتستعمل السلاح إن إنت بمأمن عن العقاب ممكن يتحول التحقيق ممكن يتحول التحقيق وجلزه ما لقوا تعمل فيه كم وده يعني الناس الكبيرة بتشتري نفسها بناتقولك يلا تحقيق تحقيق ليه هو معلوش كرامة هو عمل ليه غلط غير إنه بيقوم بشغله فالرعشة دي اللي إحنا بنتكلم عليه دلوقتي دي حالة عامة طبعا أستاذي باسودان دلوقتي خبر عاجل إبطال مفعول قنبلة بمحيط أبو الهول بالهرم بالجيزة دي مصيبها سهودة يعني عشان كل سنة أنتوا طيبين يا مجيدة صورة 25 يناير بس مش دي لكاتش مالحد يعني كمان حيفجروا لنا بقى مش معقول يعني بس عشان طمين بس أنا مشاهدين وطمين دكتور إيمان على أبو الهول معانا مين يا جماعة تليفون حياتم حمدان الصحف المتخصص بالشأن الأمني خير طميني بس أعطر على هدير قنبلة وهل في إجراءات أمنية بقى سيتم اتخاذها حاولين أبو الهول والأهرمات وليس سماعة من نشدة صديق يا أحمد أهلا بحضرتك عالي صوتك بس فضل أهلا بحضرتك أبو السادة المشاهدين أستاذ أحمد أيها بالساعة لعصر أخبارها من فرقات منزل قديلة على قنبلة أمام تنسال أبو الهول وده الشيء اللي طبعا مرفت للنظر وغريب جدا يعني إزاي قنبلة يتم زرعها عند تنسال أبو الهول اللي هو حضرتك أو أنا أحمد لو رايحين زيارة لمنطقة زي دي بيتم تفتيش النفس لدخلة تمام وبيتم إجراءات أمنية مكثبة هناك بالنسبة لحسوس المنطقة المنطقة الأسارية تمام طبعا اشتبهت الخدمات الأمنية المتواجدة أمام أبو الهول وشرطة السياحة والأكار في جسم غريب بالمنطقة على الفور تم اختار شرطة النجدة متقل مفاتش المفرقعات وقوات الحمال المدانية إلى موقع الحادث وتم العصور على جسم غريب عبوة هيكلية فارغة فتتكون من مسورتين ملفوف عليه كمية من الأسلاك بدون فيمر أو مفجر طبعا هم وصلوا للمكان عايز يقولوا احنا مغبودين ووصلنا حضرتك أسن أحمد لايت الشاهد لايت الشاهد وجود الخنبلة أو زرعها وإنما الفكرة إزاي وصلوا للمكان ده هي دي المشكلة الكبيرة طب السؤالي بقى المهم هل فيه إجراءات أمنية بقى جديدة هيأمنوا المنطقة بشكل أكبر والله يا سيد أحمد هو المنطقة طبيعية مؤمنة بشكل أكبر ده فيه اختراق يعني أموة بشكرك 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 ولو فيه أي أخبار جديدة برضو يتتوافين بيها سريعا ده بيسمى إيه يعني لما يكون أبو الهول ده هو في العالم كله فيه أبو الهول واحد والأهرامات ورمز من رموز مصر لما يوصل لهم إذا أقول لكم بلا هيكلية ده معنى إيه أرد عليك فضل حقول لك أولا ده له كذا مغزى أول مغزى إن الجماعة دي واللي شبههم عنده مبدأ يأحكمك يحضمرك حتى مش حقتلك حضمرك أعز حاجة عندك إيه تمثيلك الفرعونية ده 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 اللي بقى المصر يا بني وبينك يعني ييجوا الحكام يروح إحنا ولاد الفرعونة فده والحاجة ده ما بدأه ما عندوش حدود لا ضمير ولا مؤمنين بالله ما هم بقيتوله بشر خالص هيهتموا بالأخير لا أنا عايزة أقول ما أنا هنا مش قتل بشر أنا هنا أنا بنهي جزء هام من حضارة ما تتعوضش لا يعني أنا ما احترامي لله وده سوي الصمع كمان وسيحة مضروبة بقى لمدة سنوات لا إنت حضارة بتكلم على تابعات أنا بس عايزة أتكلم على ده يعني نقول إيه كتعليق على اللي سمعناه نمرت اتنين حضرتك فرصة نحن نقول لدولتنا أخباركو إيه إزايكو مستنين يعيب الزبط فيه إيه تاني خدوا قراركو بقى رأيي القرار السياسي اطلقوا العنان للجهات الأمنية عشان تشوفت شغلها ثالث حاجة فيه اختراق البلد مخترقة الوزارات مخترقة لغاية دلوقتي ما هو يا فندم إزاي ده وصل حطيرك إزاي يعني مش مفهود فيه تحيقات بتتم مش مفهود أن يعني فيه ما فيش حد بيقول حاجة مش إحنا ثورة دي بلد الشفافي ما بتعرفش حاجة ما بتعرفش حاجة طيب خينا نتكلم برضو عن رمزين من رموز المعارضة اللي احنا فضلنا فترة طويلة نتنطن لها 6 إبريل اللي أعلنت وصرحت إنها شاركة الإخوان في النزول في الشارع في 25 وقالواح كلما تواجدين حتى في المطارية شايف إزاي 6 إبريل برغم صدور حكم القضائي بمنع قيام بأي نشاط مزات موجودة حتى الآن وبيظهره في الفضائيات وشايف إزاي حمدين صباحي اللي الناس كاتم تصورة إنه هو هتزعم حزب للمعارضة وعلاقته بهذه الجماعة الإرهابية أنا حمديني في 6 إبريل الحقيقة 6 إبريل من الحركات اللي هي ماشي على خط مستقيم يعني هما ما بيلبسوش أقنعة ولم ينكروا إنهما تدربوا في بلاد أوروبا الشرقية ولم ينكروا إنهما بيقبضوا فلوس من بره ولم ينكر جزء منهم إنهو بيتدرب على أساس إنه يهد الدولة عشان يبني غيرها فهما دول يعني وبيتقادوا أموال والجهة اللي بتديهم أموال هي الجهة اللي هي بترعى الإخوان وكل الجماعات الإرهابية فهما بيشتغلوا على نفس الخط نفس ما أنا بقول لحضرتك كنت في الفاصل هما كلهم بيشتغلوا مع بعض لو حضرتك عايز تفسر موقع تفيرمونت تفسرها إزاي إن دول كلهم بيجمعهم الغرب الغرب اللي بيقبض الغرب اللي عايز يهد مصر كايز تولي الطيار اللي برالي مع أعلميين مش كل اللي براليين مع بعض من أعضاء هديها الطيار مع هذه الجماعات كل دولة فتاح العلمانيين اللي جمعهم في فيرمونت وغيرها أمني هد مصر هد جيش مصر شرطة مصر قضاء مصر واخد بالحضرتك ده هدف أسمى لإسرائيل والويات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة لديهم طار لدينا طب أحد دوقتي بنكلم عن تريق ستة إبريل ولا بكلمة أنا هكمل لك الدولة اللي سكتة على ستة إبريل اللولة واضح إنها مش مستجرية تقرب منهم ولا بتقدر تقرب للنهاية للإخوان أنا سألت حضرتك سؤال أنت ما خدت شدت معايا لما بقولك هما ليه أجلوا الحكم بتاع المجزرة اللي حصلت فيك الزباط الغلاب المجزرة اللي حصلت دي أجلوها ليه فهم حضرتك تاني وما تقولش علي أن أنا بعيد أن أنا لازم أعيد وزيد هي فكرة الدولة لم تأخذ قرار سياسي بأنها تنظف وتواجه تواجه إيه؟ غضب الأمريكان غضب الغرب بس كده بس كده هي مش الحكاية أننا نقعد على كراسي وإحنا نبقى برتحين كرسي ده مش هيعود لك أصلا مش هتبقوا برتحين لأن شوية كده البنت هتتحرق أكتر وأكتر وأكتر والناس تعبانة فليه ليه ليه رغم طيب حولك على حاجة بمناسبة البرلمان هو حزب النوم رجعته إيه؟ تعال بقى قولي مدنيا عشان بقى تعال نتحك بقى نسيب السوديو نوع من نتحك مش الدستور بيقولك أن ما فيش أحزاب على خلفية دينية يتسمح لها بممارسة السياسة انت مش مركز معالي لأ عشان دروقتي بيقولولي فيه أوتوبيس نقل العام تم حرقه من هذه الجماعة الإرهابية وآدي منظر أوتوبيس النقل العام بنقيله لحضراتكم وهم بيولعوا فيه بيولعوا في فلوسنا في فلوس الضرائب اللي حيب نتفعها وآدي أوتوبيس النقل العام رئيس الوزراء اللي بيفتتح معرض الكتاب بيفتتح معرض الكتاب سياتو آدي أوتوبيس هو وأعتدنا خلاص بقى يعني تورماية بيتحرق في سكنرية والتورماية ويقوم بيلا على محاطة سكنرية كم واحد من الشرطة والجيش لازم يموتوا كم مواطن لازم يموتوا يعني هو دلوقتي دخلنا على 600 شهيد كم كيف تكري عايزين كم كل ده عشان الغرب يرضى عنها عشان العيال دي والناس اللي هم المدنيين القوة المدنية التحررية التي تريد الدولة المدنية والكلام ده كله عشان يرضوا مش هيردوا مش هيردوا حياخدوا غرضهم وحيرجعوا تاني هتبقى حركة ابتزاز مستمرة ما أنا بقول المشهد ده مشهد المؤلم اللي هو فونتصف الشاشة شيء مفضل ومؤرف وواحنا مش حايفين ده هينتهي قوليني باللناسبة كأستاذة متخصصة في الإعلم السياسي النهاردة 22 هل تتوقعي أن بكرة ويوم الجمعة هيحصل حاجة أنا متوقع أنه حتى المعاد بتاع المؤتمر الاقتصادي وهم قالوا حضرتك حتى كنت بتقول أنه فيه بيان هم أعلنوا برا أعلنوا في تنظيم ده الإخوان دي عمال ثمورية ولاست إرهابية قالوا دي زغزغة وقالت مستمرين في التصوير مستمرين في التصوير وقال حضرتك وهم ملاقيين كويس قوي لو مدرسين ومذكرين كويس قوي أن الأرض رخوة وعارفين أن ما فيش عقاب رادع وهم ملمسين استنى اسمع هم الإخوان بالذات طوال خير ملمسين مع مفاصل الحكومات والسلطات في الغرب التي لاها تكلم علينا للأسف ملمسين قلتيني فيه وزراء مخترقين مخترقين فيه وزرات وزرات لا بص نقول وزراء ووزيرات هنقصد أقول أنهم رمز للمحبة الأمريكية الغربية بس كده بس الوزراء التي قلتيني علىها دي مهمة جدا ماس كوزارة مهمة والله هي عجبة وهو عاجب وهم عجبين هم عجبين بس كده يعني هو في البلد كلها ما خلص ما فيش غير دول ما دالي كنا بنعيبه على حصني مبارك ليه الشلة رئيس يلا الشلة بتاعتي طب أحضان دلاتي لو بنتكلم عن هذا تنظيم الإرهابي اللي كان الرئيس جمال عبد الناصر عارف عارف يلمه عارف يزبطه ومفروض ان عندي حمدين صباحي بيقول ان هو زعيم ناصري ومعروف العداء ما بين عبد الناصر وهدي الجماعة وقال حتى مرسي عيمية مرسي الزناتي الستينات ومقدراك ما الستينات فوجينا بان فيه شهر عسل وزواج ما بين حمدين صباحي وهدي الجماعة الإرهابية والله انا لا انا لا لن انسى ما حييت انه دخل في هو في الحمدين صباحي النهاردة من اللي بيحصل في البلد دي والله يقبني وبينك يكونوا انه بسراحة ما يبانش احسن ما يبان ويقول ويعمل تصرفات مش حلوة لانه هو انا لازم اقول هو عنده كفاح نضالي بس بوزوا من بعد الثورة واخد بالحضاتك ايام الشباب الشباب بقى الحلوين اللي تقتلوا على باب الاتحادية على قدين الاخوان المجرمين هو ما كانش معاهم كل الابهات المدنيين كانوا مستخبين وسابوا العيال وكله كله كله كان مستخبين الشباب واجه المجرمين دول واحدهم ايام رابعة والاحتلال الاحتلال اللي حصل اول مرة نحتل داخل والنهضة ما شافش ولما كمان لقطة تانية لما ما كسبش الانتخابات اول مرة ما حبيتش انما ايه انا النهاردة ما قدش شارعه يعني كويس سكت سكت يمكن لو ظهر هيقول كلام كويس ولكن لازم بربه شلوم واحد على غيابه ايوه ولكن لازم اقول برضه انه فيش ايدانة يعني هو كرجل زعيم مصري بيحب البلد دي في الوقت ده السلبية او السكون ده نوع من الخيانة والله انا دي موجة نظر انا عندي يسكت احسن ما يطلع يعمل ويقول الكلام البشع الفضيع اللي احنا نسمعه اللي هو نوع من انواع التبرير ونوع من انواع التمي يعني حكاة شايماء دي انا بعرفهم من كلمة شايماء عشان هو لو حضرته مجد لي واحد من الشرطة او من الجيش وقال في سبيلك يا ما شايفا والنهار ده وقال لنبارح بنتنا يا ايه بنتنا ايه طب قول ابننا قول زوجات الشرطيين اللي مش تأييرهم لغاية دلوقتي يعني ما تعيط على دول فهو لو عيط ما تعيط ما تعيط على كله ما تعيط على كله وعايز التحقيات تقول لي الاستاذة الله يرحمها لانها نفس بشرية لكل الاحترام كنت بتعملي هناك فانا احسن نعود الموضوع عبدين كويس كويس ما 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 بررش بس انتي قلتين برضو في الفاصل ان الغطاء السياسي لهذه الجامعة الارهابية ما زال مستمرا وانا ما الحينيش عطو رجعنا على الهوى بعديها كلام خطير جدا ان الغطاء السياسي لهذه الجامعة ما زال موجودا ومتمثل في مين الغطاء السياسي موجود جزء من الناس اللي موجودين في الجهاز التنفيذي وانا برضو عايز افهم بالزبط شغل وزارة العدالة الانتقالين من ايام الوزير السابق المستشار امين المهدي عايز اعرف بالزبط شغلتها ايه فاعتقد اللي انا فهمته ان شغلتها ان احنا نرجحهم فوستينا فانما اكبر الغطاء السياسي مش الشخص والناس اللي انا بقولك عليهم اللي انا عارفهم قص اللي مع الامريكاني ومع الاخوان على طول عايز بص شوف المتأمريكين مواقفهم ايه هتلاقي هي مواقف الاخوان على طول على طول انما الاختر بما ان حضرتك بتصير معايا كلمة الغطاء السياسي وفي غطاء سياسي حضرتك اكتر من ان المجرمين اللي يستحقوا اعدام او سجن مدى الحياة او 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 لا يحكموا مش ده غطاء سياسي ده ولا ده اسم غطائي غطاء جنائي وسياسي واخلاقي وكل حاجة حضرتك لا يأخذوا حقهم من العقاب الراضع في كميع الف مصر والهربين برا مصر الاتنين لا البره بقى في غطاء سياسي غربي ده 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 مش غطاء لا ده مش غطاء ده ده البيت كله ده المؤسسة التنظيم ذاته هو الراعي الرسمي بتاعه العالم الغربي طب يعني الخارجية الممكن اجد بمبرر اقول ان الانتربول مسلا ما جابهمش نعم لما تكلم عن اللي داخل البلد عارفينهم وعارفين اماكنهم بس بيقال ان بعضهم ممنوع من الصفر شفت حضرتك كلمة بيقال دي عجبك لا طبعا شفت يا الله يا دولي تنشف فيه شفت بيقال ولو حتى بيقال وانه فعلا بيقال وممنوع من الصفر ما بتقولش ليه لا ويتمينع ليه ما يتم محاكمته لا عشان البرلمان الاوروبي هو حضرتك ناسي هو شرلي ابده ماهتموش ليه لبرلمان الاوروبي لا ماهوا دول منافقين الغرب ده يعملك الهلولة دي كلها دولات المشتبه فيهم ما احنا عايزين نقول شعوبهم يا جماعة اللي عملوا اللي مجزرة دي في شرلي ابده هم هم اللي حرقوا الوتوبيس هم هم اللي مشايبين هم هم هناك حرام عندنا حلالة القوة المفرطة شوف الجبر والفجر بتاع البرلمان الاوروبي دا مش معناه برضو احنا فشان اعلامين والا بكير لا لا والنبي لا 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 بلاخد ان احنا من بعد تلاتين ستة كنا منتكلم على ان وزارة الخارجية لازم يكون لها دور لازم يكون فيه قنوات فضائية برامج بلغات مختلفة واقيل ان هناك جهات سوف تكون بانتاج افلام مترجمة لكافة اللغات عشان المفروض النجاح من وقت نظر في أستاذ أحمد الإعلام الناجح في هذه الظروف الشائكة اللي احنا بلعشة يكون إيه هو اللي بيقول إيه هو اللي بيقول الحقيقة هو اللي بيقول إن في إرهاب لذيك جماعة وينقلها للورد يا فندم إذا كان أنا عمالة من الساعة ما وصلت عندك بقولك مفيش قرار سياسي رد الإعلام حيقول حاجة مش موجودة في الشارع الله واختبال حضرتك يعني دكتور الإيمان برضو أرجعتنا أقول لمصلحة مين اللي دكتور الإيمان بتقوله لمصلحة إن الغرب ما يزعجش مننا ويسيبنا كده هدي ده دواحة طبعا يعني المصلحة مين إن حتى اللي كان بيساند الحكومة يساند وزارة الداخلية ووزير الداخلية بدأت الناس تشتكي وتقول الحكومة فين وزير الداخلية فين فين الأمن والأمان قبلها حضرتك بتكلمني عن إعلام يعني حضرتك بتكلمني عن أودينس على الجمهور أنا عايزة أسأل سيادة الرئيس حضرتك لو عندك جهة أمينة تسألك تعمل لك بحث استقصائي الخطاب الأخير اللي حضرتك بتحيي فيه 25 يناير نفسي وصلك اللي حصل للناس دي ناسك اللي نزلت لك اللي طلبت التفويت كانوا عندك أنا كنت من الناس اللي كنت ضد الدستور اتقالي لا وعشان كلنا كلنا في المعطرة دي على النقاطك قلنا دي نعم يا حبيبي نعم قلنا نعم وبعد كده دورنا فين اتركاننا بعد دلوقتي تعطيك اسأل الخطاب ده بتوجهه المين بتجرح ليه الشعور الوطني ليه وتم استخدامه خلاص لا وتم استخدامه قالك الرئيس بيجيز المناسبة بيمجر قالك زي كده الرئيس انت عايزة ايه بقى تاني فانا بقولهم ما احترامي الرئيس التاريخ اقوى من الرئيس التاريخ يعني مصر مصر اللي حتقول لنا هي كتستورة ولا لا حتى 36 على فكرة على فكرة 36 فيه شكة بقى دلوقتي بعد مرور كم سنة حنتلئن من نقطة الف لنقطة به ولا حيظل اللعبة هي هي بتاعت البرلمان ونفس نظام ما جايب الوزراء الشلالية ونفس الوجوه الكالحة ويكلموني انت تتكلمني على العربية وعلى الخصان طب خط الحصان الاول وبعدين حيجروا العربية مشاريع اقتصادية وبعدين فين الامان فين ده دولة عايزة احنا خسرنا كام يا أستاذ لا ملايين طيب ملايين هل ممكن حد يتجرق يقول لي مش عارفين نعمل حاجة والله كل وبنشحط يعني ملايين ودولة تشحط لا امنيا امنيا هل ممكن يطلعوا يقولولي او يقولوا للشعر والله احنا بنقدر احنا من حاول هم هل معقول حيجي يوم ويقولوا والله بصراحة وباقوى مننا ما انا حسألو هم ليه ليه احنا مستمري بس الامني بيقول كل حاجة تمام وانزلوا يعني كل مكلم مسئول يقولك ايه الحالة مستتبة وخلي الناس تنزل الشارع يا جماعة الناس بتنزلش عشان لو حصل قمبلة تفجرت ولا اوتوبيس اتحرك لا بس انا بقى مش معاك يا سيد زحمة ده انا فرحانة قوي انا حتى جاي النهاردة في المحور كان زحمة جدا واللي بتاكل موس واللي بتغني لا اكل ايش الناس الناس ايش همامها لا الناس ماش همام لا الناس طبعا بص الناس بص انا بقول بس انا في النهاية الناس لازم فيه شغل لا احنا زي لبنان بدأنا نتعاود نتعاود على صوت التناديم اوه نتعاود فيه فيه انا قمبل انا فيه مالها ليلة انا فيه شارع وانا فيه شغله طب لو احنا بتكلم عن ما طلب به الكاتب الكبير واستاذ اسما الدليل بالأمس وقال ان الله هو بيطالب به ده كل دول بتعملوا المحترمة الكويت عملته البحرين عملته فرنسا عملته المانيا عملته وهو سحب الجنسية لكل من يتصف بالارهاب لكل من يقوم بعمل ارهابي قال لك الكويت عملت ده قال لك البحرين عملت ده مش حيحصل المانيا مش حيحصل هو قاد يا جماعة دول عربية عملتهم يا استاذ احمد نحنا نقول انا وانت يعني مش في القارضاو يا دكتورة إلى الآن غير أنه مسح بين البلاط حتى مجهي يسيب مجمع بحوث إسلامية بعتها لهم عن نت الاستقالة حتى الآن ما زال يحتفظ بالجنسية المصرية هو وغيره 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 ناس بالصوت والصورة مدانة بعملات إرهابية رأيك أنا لحسح بالجنسية منهم هديك لحسح بالجنسية منهم لأ طبعا رأيس ولك الحاجة ممكن تسامحني في أني أعيد وأزيد حضرتك بتتكلم تفاصيل أنا بتكلم كليات اللي أنت بتشتكي منه سببه اللي أنا من ساعة ما وصلته لغاية محامش هقولك القرار السياسي لم يتخذ بعد اللي هو إيه تتخذ الأمور بشدة وبجدية دون النظر لهؤلاء غرب وفي الداخل طب البعض يا دكتورة إيمان بقولك ما يتجرقوش يعملوا حركة دي بتاع تصحب بلد بسرقيتها بتهزر إيه يعني ما يحصل بحرين عمياتها والكويت عمياتها البحرين بقى مش إحنا بقى هو في بلد في العالم يحصل فيها كده وبرضه بنطب طب وبنقابل وهي المجيدة ده حتى شؤم ده حتى لوكات مجيدة ما بقتش مجيدة ولعت البلد يعني مثلا بنكون يوم عيد ميلادي ومسلا مصيبة تحصل لي هتشائم بيوم عيد ميلادي قادي عيد الميلاد الله على عيد الميلاد يبقى في حداني ياريت ياريت بس اتكرر على السادة المشاهدين البيانة اللي طلعوا الأخوة المسلمين في الخارج نمالستا بيهزروا بيسخدوا وعلنوها وقالوا نحن نقوم بأعمال ثورية وليست أعمال إرهابية والغريب والعجيب ان هما بيستعينوا يا دكتور إيمان ببعض القضاة المصريين اللي كانوا مفصولين أو هربانين وبيكلموا بحكم الدستور والقانون قتل من يوساد هذا الانقلاب فهو قانوني وبيسادهم الإعلام وبيسادهم الدين والفتاوى الدينية كمان والتمويل بس أنا كلميه برضو عن إصرار الرئيس واهتمامه بتجديد الخطاب الدين ولغاية النهاردة احنا شايفين فكة ان مشيخة الأسهر ربما حتى تكون مخترقة وان نهاية أعضاء هي تدريس مخترقين وان مازالت اللي بيحصل النهاردة من هذه الأعمال الإرهابية أساسها النصوص النصوص المتهلكة في الكتب اللي بتدارس في الجامعات لا هو هنا مع سيادة الرئيس كل الحق ميل حيقول بقى بتجديد الخطاب الدين حيقوم بالكلام ده الحقيقة مين المفروض انه بعض الشيوخ الأجلاء الوسطيين المتميزين المتحررين من الفكر المنغلق يتم ندبهم بوضعهم في أماكن المهمة جدا في مشيخة الأسهر نتخلص ما هي أنا بقول لك عندنا البعلومة معروف مين اللي جوه اللي هو عنده فكر إرهابي معروف أساسة الجامعة من هم من الإخوان أو من المحبين أو من المتوددين معروف أنا حقول لك تاني البلد كلها في مفاصلها مخترقة من الناس دول إزاي بيوصلوا لمراكز الكهرباء في كل حتة حتة الحركة بتاعت أبو الهول فأنا هزلك عودة للموضوع الخطاب في اليوم المبارا يا فندي مفاجرين خمسين محاول كهرباء خمسين أنا بقول لحضرتك دلوقتي اقتراح بالحقيقة أنا مش شايف أنه حتى اختراع حضرك شيوخ محترمين وعرفينهم ومنحبهم ووثقين فيهم ياخدوا الخطوة دي وزير الأوقاف على الحقيقة أنا بجد بالأمانة والله العظيم ما عرفه بس يقال إن فيه مجهود مجهود كبير الزوايا اللي كانت مجهود ده شغل أمن أنا عايزين فكر أنت بتقول لي فكر الديني تجديد الخطاب الديني وتعقب كل من يقول على نفسه نتعقبهم ده حقنا بقى ده حقنا لأنه أنت بتحارب هنا على أكتر من جبه فيه جبه فعلا فيه شباب صغير ممكن دول بيغرر بيهم إحنا بالنسبة له بكلنا كده كفرة يطلع عنده غل ضدك بيستغلوا الفقر والمشكلة اللي إحنا ما سرناش بالقادر الأموال أموال هؤلاء الجماعات الراهيبة أموال لا تنضب والناس بتشترى للأسف بمناسبة الأموال التي لا تنضب يعني البعض تفقل خيرا تفقل خيرا بإغلاق الجزيرة مباشر مصر وإن الجزيرة بقناة الجزيرة بدأت حتى تتعامل من منطلق أنا الرئيس السيسي بدل ما كابت قال عليه مثلا زعيم الانقلاب ولكن كان ليك تصريح سبحان الله أنت توقعتي قبل حتى ما يجهزة تنقلب علينا مرة أخرى يعني هي دي معادت اللي عادتها الأديمة زي بيقال بالعامية والدكتورة إيمان شايفة إن قطر لن تغير منهجها تجاه مصر برغم أن كان فيه اعتراف وضغوط عليها من السعودية ومن الكويت أنا لسه قيلها في مداخلة تليفونية مع إحدى القرارات صباحا أنا نعرض قلت قبل كده لا وتحدد حتى يعني بهزار يعني بدحك المحاور لأنه كان مش متفق معنا بيقول لي يا دكتورة إرائيكو بتاع وفيه اتفاقية والمجلس التعاون خليكي حيلزم قطر قلت له بس وبقوله تاني دلوقتي يعني بقول قطر ما تقدرش تبطل الدور ده هي موجودة ولها قوة دولية للدور اللي هي بتقوم به الدور التخريبي اللي بيصد في مصلحة إسرائيل هو التخريبي على مستوى العالم العربي كله إنما أهم بقع فيه مصر فلو انتفى هذا الدور هم انتفوا كمان معهم أموال كسرة أموال طائلة فما فيش حاجة اسمها اتفاقية وأعر مجلس ويلا يا رجالة وإحنا شهود ويلا نقرأ الفتحة لقا دولين قودوا ألف فتحة الناس دول فما يقدرش يقفلك الجزيرة عشان يسكتك شوية يفتحلك مليون قناة تانية مش هيغلب يعني ومش شرط يكونوا قطريين إنما التموير حيبتحهم والإعلامين بطحهم البعض بيقول يا دكتور إيمان إن الرئيس السيسي هو رجل دخلق رجل سمح أكيد طبعا رجل زكي فاهم كل حاجة ولكنه غير متعجل وعارف ياخد الخطوة في معادها وهو شاف اللي احنا مش شايفينه يعني ده كان تحليل قريته وسمعته وشفته عند بعض المحللين وأنه سيظهر الوجه الآخر لكل الناس اللي مش عاجبين دول لكن بعد وجود البرلمان لا ما هو البرلمان حيجوا يديقوه وحيخلقوه البرلمان البرلمان اللي احنا شايفين ما لا ما يحوق عشان برضو ما نقولش لسه ما فيش برلمان برلمان سو فما تقوليش ان حضرتك هتوريني وجهك اللي احنا مستنينه على قدير البرلمان حضرتك ليه بتجمع الناس دي حضرتك ليه متخانع هو ده برلمان حركات يعني مصرحية لما رئيس الدولة يجتمع مع السياسيين الغير شعبيين سيادتك خلي واحد من يلا يا مظاهرة بيش عشرة حيبش وراه انها اسماء مقرات صحف هو ده لحضرتك عايزو هو ده برلمانك ما تسيب برلمان يبقى شبهك شبه الثورة اللي جابتك شبه الناس اللي بيعشقوا المؤسسة العسكرية وبيعشقوا شرطتهم هم دول اللي يجوا في البرلمان مش البرلمان قادي الستات بتوعنا وعذيك الستاتهم كمان بيبقى لهم يعني واحد اتنين تلاتة اربعة يعني بقول لحضرتك شكلها كده مفيش بك اللي بيقولي تقدمي أنا مجنونة أنا كده منظري كله واني شبهي ما حدش يحول ليس دفاعا عنك ولكن يعني دكتورا لا سيبك مني يعني لموزك يعني انت تقولي هذا كلام ده دي شيء يخضني لا انا عايز اقول لك على حضرتك حاجة أنا لازم اشكر قناتك لانه في حضر علي اعلامي وقد ملحظة قالي بقول لابا ببقى بطورش بقى فأنا بشكركم بشكركم لانه انا مش على الهواء لما كنت معا كنت كويسة لما بقت لي ملاحظات بقت ملاحظات اي حد ماشي في شركة بقت وحشة ما بقتش وفينا ستالي هلاتش كنتي مع السيسي أنا ما زلت مع السيسي لاني معقوة مش عايزة حاجة بقولي الكلام ده طب انا بقوله ليه مين ورايا امريكا الاخوان اسرائيل الثوريين اللي مش عارفة ايه اهل انا في حضر ولا حاجة من دي طب لو بنكلم عن ما شهدته مثلا بروضة لحكات الوجه الاخر فالوجه الاخر ملوش علاقة ببرلمان السو ده ويا ريته بقى خلاص حضرته شايف بقى احنا وصلنا الغتب والهول يعني ايه الوجه الاخر بقى حضرته يعتمد على ناسه على المصريين ولا يخشى شيء الا الله ما فيش حسابات اكتر من كده بعد كده هو استبعا الرجل السياسي ايه 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 ومشاء الله في الجوالات بس انت برضو قلقتين لما قلتين الحكومة مش على نفس القوة وهي نفس القدر وهي نفس الثورية ما تقولش على نفس ده حكومة غلط مش على نفس يعني مش كويسين بس مش على قدر ده ليوم ليوم كتكون دولة شبه ثورة ما انا خايفة على ثورة الثلاثين ستة تطلع يعني كانت هبة وقد قال لان انا لا انكر الهبة الشعبية اللي حصلها فيها في 25 يناير انا حكمت عليها بعد كده ان انا لا يمكن تكون ثورة من اللي حصل لنا فانا نفس الشي انا برضو مستقيمة مع نفسي عايزة حس ان انا تنقلت من خانة لخانة ما ينفعش نفس اللعبة نفس الطعاة السياسي الذي لا يتغير نفس الحسابات الديقة حتى كبتتعمل بالشياكة اكتر يعني انت برضو عايزة تقولي ان النار قوة للدولة اكتر من كده الناس تعبت وارهاقت على مدار اربع اولا عايزين رجال دولة عايزين رجال دولة رجال دولة دي على فكرة دي لها مصفات رجال سياسة دايما بفتكر القيسوني مش عارفة لي لو كان وزير اقتصاد حسن ابو باشا يا خبرة بيض اه طب لو واحد نتكلم عما اشهادته مصر على مدار ايام ماضية وفترة طبعا طويلة فترات طويلة من بعد تاتين ستة قلتوا بيسا بتتحرق الترموية بتتحرق قنابل في كل مكان محلات بتتحرق وشفناها مبارح ودينا وصلنا كمان لقنابل والغريب انها مقصودة انهم يقولوا للدولة احنا قادرين نوصل ودينا حطين قنبلة كمان في هذا المكان دي نقطة مهمة شفت الاعلام تناول ده ازاي تناول الايام اللي فاتت دي ازاي بنوع من انواع تخفيض نبرة الهجوم الواجبة واخد بالحضرتك يعني فيه تغطية ما وراهاش فكر سياسي يعني القدرة على ابراز مدى سوء هذه الافعال لم يظهر بالقدر الكافي بس فهم قدسي حضرتك هاقولك تاني انا عايز اقول انه التغطية ضعيفة انا كاني بغطي متشكورة ويا بقوا كام دلوقتي حضرتك سمعت بشكل لأ انا عايز الاعلام يديني خلفية سياسية للي بيحصل ده يربط اجزاء البازل يحط امام الناس مش حكاة الارهابيين لأ يجاب كلام خاص حد يشبط لي الدنيا امريكا فين من اللي بيحصل في الشارع البرلمان الاوروبي يعني انا عايز اقول شغل سياسي عميق من قبل الاعلام مطلوب ده اللي انا بشوف الاوتوميس ينتحرق ورا ايه اشرح لي لازم تخلي الناس متحفزة بس بشكل ايجابي ولازم الاعلام يكون حر لما يبقى فيه اراء تختلف عن الطبل والزمر اللي شغال يجيبوا الناس دي نكلم نفصل انا عايز حد يجي يقولي لو الله اللي بيحصل ده مالش اي علاقة بصورة 25 واللي قاموا بيها ابطالها اللي فيه ناس بصرين نزلوا وانا منهم نعم بس المودة صغيرة على فكري انا انا وقتنا خيس دكتورة ايمان انا سعيد جدا جدا انا البشكور